موسيقى عدد جديد من مجلاتكم الإخبارية المغربية المغربية المغرب العربي في أسبوع أسعيتم مساء مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم المغرب العربي في أسبوع أسبوع حافل هذه أبرز عنوينه قضية رهبان الفرنسيين الذين قضوا في مجزارة تي بحرين عام 96 توثر العلاقات بين باريس والجزائر الملحق العسكري الفرنسي السابق في الجزائر يتهم الجيش بالضلوع في الحادث عن طريق الخطأ وفيما تصر السلطات الجزائرية على وقوف الجماعات الإسلامية المسلحة وراء العملية رئيس ساركوزي يتعاهد برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذه القضية على هامش قمة دول الثمانية القذافي يطلب من رئيس الوزراء البريطاني التدخل شخصيا في قضية المقرح المعتقل في اسكتلندا على خلفية تفجير لوكيربي براون يقول إن القضية في يد العدالة الاسكتلندية ومحامو المقرح قدم استئنافا ضد الحكم يبث فيه نهاية العام الجاري ما يثير المخاوف من إمكانية وفاة المقرح قبل صدور القرار والحملة الانتخابي الممهدة للرئاسية في موريطانيا تدخل أسبوع الثالث حملات المرشحين تحولت إلى ملاتنات واتهامات متبادلة بالفساد والاستبداد الجنرال عبد العزيز يلوح بانقلاب جديد والمعارضة تستنكر مصادر التمويل تطرح إشكالية المال السياسي والمراقبون الدوليون يحجون لنواكشوت لمواكبة سير العملية الانتخابية والبداية بيوم الثلاثة قضية الرهبان الفرنسيين السبعة الذين قضوا في الجزائر قبل نحو 13 عاما صنعت الحدث هذا الأسبوع بالفعل إيمان فرنسوا بوشوولتر الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر سنة 96 اتهم الجيش الجزائري بالتورط في مقتل الرهبان بعد حملة عسكرية لتعقب متشددين إسلاميين بينما تحمل الجزائر المسؤولية عن الحادث إلى الجماعات الإسلامية وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برفع السرية التامة عن جميع الوثائق المتعلقة بتصفية الرهبان الفرنسيين في حال مطالبة القضاء الفرنسي بها وينضم إلينا مباشرة من جناف السيد رياد صيداوي الباحث في العلوم السياسية وهو كذلك متخصص في الشؤون الجزائرية سيد صيداوي بداية ما هي خلفيات طرح هذه القضية في هذا الوقت بالذات أحسنتي في هذا الوقت بالذات أنا أعتقد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ملف شائك التعقيد ما يحدث الآن هو نوع من أقول عملية الابتزاز أو نوع من استخدام ملف قديم جدا مرة عليه سنوات طويلة من أجل أحداث أخرى معقدة ومن أجل أزمة اقتصادية سياسية كامنة هيكلية بين الجزائر وفرنسا دعيني أقول لك قبل كل شيء أن القصة ما هي جنرال متقعد وغير رسمي يعني لما نقول جنرال متقعد هو غير رسمي لا يمثل جهة رسمية يعني لا يمثل الدولة الفرنسية ولا وزارة الخارجية الفرنسية ولا حتى وزارة الدفاع الفرنسي هذا الجنرال المتقعد نقل حديثا عن جنرال جزائري وبدور هذا الجنرال الجزائري نقل حديثا عن أخيه بأنه كان قاد وحدة طائرات هيلوكوبتر وقسف عن طريق الخطأ الرهبان السبع وقتلهم إذن أعتقد أن هذه اللافتة الأولى التي تخفي ملفا شائكا معقدا وتخفي في الحقيقة أزمة سياسية اقتصادية كبيرة بين الجزائر وفرنسا طيب سيد سيداوي ماذا نستشف من كلام الرئيس الفرنسي الذي طالب بجلال حقيقة كاملة عن هذه القضية علما بأنه قال في وقت سابق أن سلطات الفرنسية لا تزال تأخذ بيان الجماعة الإسلامية المسلحة والذي تبنت فيه العملية على محمل الجد كيف تفسرون هذا التناقض؟ أفسر ذلك بأن الرئيس الفرنسي يريد حاليا أن يضغط على الحكومة الجزائرية وعلى الرئيس عبد العزيز بدفليقة من أجل مجموعة ملفات دعني نبدأ بالملف الاقتصادي الأساسي نعرف أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية متطورة وكانت ترغب فرنسا فعلت المستحيل من أجل أن يشتري الجيش الجزائري طائرات الميراج ورفاة الفرنسية لكن في النهاية أختار طائرات سوخوي وأختار طائرات الميك الروسي هذا شكل طعن كبير للحكومة الفرنسية ومصالحها الاقتصادية فحاولت أن تستخدم إمكانيات أخرى للضغط من بينها اعتقال ديبلوماسي جزائري بتهمة اغتيال علي أمسيلي ثانيا ثم مشكلة تركيبة الحكومة الجزائرية والنظام الجزائر لأنه في أصدقاء إلى فرنسا وفي خصوم لفرنسا لأن العلاقات هي علاقات حب وكره بين البلدين وفي الداخل النخب السياسي الحاكمة في الجزائر ثم فرانكفونيين هذا شيء معروف متعاتفين نوعا ما مع فرنسا وثم عروبيون متعاتفين مع القضايا العربية ولا يحبون الاتجاه إلى فرنسا ويرغبون في الاتجاه حتى نحو واشنطن سيد عبد العزيز متفليق أعتقد أنه حسم الخيار نحو هذا الشق الثاني منذ تولي الحكم باكر اتجه نحو واشنطن سيد سيداوي سنعود بالتفصيل إلى واقع وأفق العلاقات الفرنسية الجزائرية في ظل ما جرى وما يجري كذلك بالعودة إلى موقع هذا الأسبوع العديد من قادة السابقين في جماعات مسلحة سرعوا إلى تأكيد الرواية الرسمية نافيين التهمة جملة وتفصيلا عن الجيش الجزائري وذلك من أجل إحقاق الحق كما قالوا كيف تقرؤون هذه الشهادة؟ طبعا هم ما يسمونه بالتائبين أي الذين نزلوا من الجبال وأوقفوا القتال وسلموا أسلحتهم ودخلوا في طار العفو الذي تم وفي طار المصالحة الوطنية فبالتالي لم تعد هناك مشكلة وبل أصبحوا يدافعون على الحكومة ويدافعون على النظام هذا شيء واضح فلا ننتظر منهم أن يتهموا الجيش الجزائري بقتل الرهبان السابع فموقفهم أعتقد أنه هو نتيجة إلى تطور داخلي داخل هذه الجماعات لأنها حلت نفسها وسلمت أسلحتها وبالتالي هي تتبنى تقريبا الموقف الرسمي طيب سيد سيداوي بالعودة إلى تأثير هذه القضية على مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية الصحافة الجزائرية شنت حملة واسعة النطاق على فرنسا عقب تصريحات كيف تقرأون ردة الفعل الجزائرية كما قلت لك العلاقات الجزائرية الفرنسية شائكة ومعقدة وهي علاقات حب وكرة في نفس الوقت في نفس الوقت ثم سراع وفي نفس الوقت ثم مصالح مشتركة وثم إرث استعمار إلى آخر وليست بالحملة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وإنما هي في إطار هذا المسلسل القديم يعني منذ الاستقلال إلى اليوم إلا وثم حملات متبادلة وتقوم لأن الصحافة الجزائرية أعتقد أنها حست بأن الحكومة الفرنسية في هذا الظرف بالذات تريد أن تضغط من أجل مجموعة مصالح لكن إذا أردت أن أحفر أكثر أيضا في الموضوع فأعتقد أن نستطيع أن نذهب إلى تركيبة الحكم الجزائري نفسه حيث أن هناك مشروع للرئيس عبد العزيزي التفليقة لإخراج حوالي 40% من ضباط الجيش الجزائري للتقاع وأغلب هؤلاء الضباط هم يسمون بضباط الجيش الفرنسي أي الضباط نازع فرنكفونية وعاملوا في الجيش الفرنسي قبل الاستقلال أثناء حرب التحرير ثم انضموا في الآخر بعد سنة 61 إلى الجيش الجزائري فهذه القائمة ب40% من الضباط تعتبرهم فرنسا أصدقائها في الجزائر وامتداد لها فالرئيس بوتفليقة له مشروع نحو إحالتهم للتقاعد باعتبارهم كبروا في السن هذا أعتقد يثير كثيرا حفيظة الدولة الفرنسية لأنها تعتقد ربما أنها مصالحها مهددة سيد صيداوي في هذه النقطة بالذات بعض المتتبعين لشأن الجزائري قالوا بأن قضية الرهبان الفرنسيين أثيرت من قبل فرنسا في هذا الوقت بالذات من أجل انتزاع أو من أجل الضغط بهدف انتزاع امتيازات اقتصادية من الجزائر هل هذه الإمكانية هل ستردخ الجزائر برأيكم لهذا الضغط؟ لا أعتقد لسبب بسيط وأساسي وهام ومعروف في الواقع وأن الجزائر من الدول العربية المحظوظة أي الدول التي تمتلك الغاز والبترول والدول العربية التي تمتلك الغاز والبترول لها في الواقع حرية وهامش كبير من المناورة الاقتصادية باعتبارها أنها لا تصدر مواد أخرى وإنما تبيع سلعة مطلوبة عالميا والاقتصاد الجزائري يعتمد على أكثر من 90% من تصدير المحروقات فبالتالي ليست هناك مشكلة إمكانية الضغط اقتصادي مباشر ثمها مش مناورة كبيرة جدا الأزمة كما قلت لك اقتصاد دائما لما تحدث الملفات السياسية الأمنية لما تخرجها في الواقع تعكس أزمة اقتصادية عميقة السياسة هي تعمل من أجل الاقتصاد وليس بالعكس إذن أنا كما قلت لك منذ البداية أعتقد أن صفقة الطائرات السخوي والميك أي تجديد الأسطول الجوي الجزائري بطائرات روسية الصنع هذا شكل ضرب عميقة لصناعات العسكرية الفرنسية خاصة أنها فقدت أهم سوق شرق الأوسط وأوسط سوق العراق أيام صدام حسين سيد سيداوي بالعودة إلى العلاقات الفرنسية الجزائرية رئيس ابو تفليقة كان قد ألغى زيارتين متتاليتين لفرنسا بسبب خراجات إعلامية مماثلة وقد راجت أخبار أيضا أنه أوفد رئيس وزراء يحيى لقمة ثمانية في الأكولة تجنبا للقاء الرئيس ساركوزي برأيكم هل بلغ مستوى توتر العلاقات بين الجزائر وباريس منحاه بهذه أو لنقول هذا المنح الخطير لحد الآن نعم العلاقة متأزمة جدا جدا بل أعطيك معلومة جديدة جدا لسه خارج من حوالي كم أسبوع وأن الرئيس عبد العزيز بفتفليقة لم يذهب كعادته للتداوي في مستشفى فرنسي وأنما جاء عندنا هنا في جناب ودخل إلى مستشفى خاص في جناب وكل الصحف السويسرية تحدثت عن زياراته التي كانت عادية في الواقع كانت حتى مع المرضى العاديين وقطع مع فرنسا وتحدثت الصحف السويسرية لماذا قطعم فرنسا على أساس أن هناك أزمة فرنسية جزائرية أضف إلى ذلك أن فرنسا لم تعتذر للجزائر عن أيامات الاستعمار على عكس مثلا ما حدث مع ليبيا وإيطاليا وهذا يضغط على القيادة الجزائرية لأن الشعب الجزائري يقول للرئيس بفتفليقة والحكومة الجزائرية كيف تستطيع ليبيا ومعامل قذافي أن تنتزع تعويضات كبيرة جدا من إيطاليا وأن تنتزع اعتذارا رسميا من الحكومة الإيطالية للشعب الليبي في حين إلى حد الآن نحن عجزنا عن انتزاع مثل هذا الاعتذار من فرنسا فثم فعلا أزمة عميقة جدا انتقلت إلى هرم السلطة بين الطرفين أوصلت الرئيس عبد العزيز بفتفليقة أن لا يذهب إلى طبائه العاديين الذين كانوا يتعامل معهم في فرنسا وأنما يأتي عندنا هنا إلى جنب في سويسرا وصلت فكرتكم سيد رياض سيداوي الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الجزائرية شكرا جزيلا لكم وعلى قبول دعوتنا كنت معنا مباشرة من جونيف موريتانيا عاشت أسبوعها الثاني على إيقاع الحملة الانتخابية لرئاسية 18 يوليو حدة التنافس دفعت على ما يبدو المغشحين لتبادل الاتهامات وحتى الملاسنات محمد بالفعل إيمان الجنرال ود عبد العزيز هدد في حال عدم فوزه بقيادة انقلاب آخر يعيد عقارب الساعة للوراء رئيس البرلمان مسعود ولبلخير رد على كلام ود عبد العزيز متعاهدا بإقبار أي قطوة انقلابية انتهام آخر ساقه هذه المرة رئيس المستقيل سيدي ولد الشيخ عبد الله ضد زعيم المعارضة أحمد ولداداه متهمة إياه بالضلوع في انقلاب السادس من غشت عبر التمهيد له تلا ذلك تبدل الاتهامات بالفساد والاستبداد بين ود عبد العزيز ومرشحي المعارضة